دكتور أحمد الخارجية العراقية أعلنت تمديد مهمات التحالف الدولي في العراق بسبب التطورات الأخيرة كيف يمكن قراءة ذلك؟ ما مفاده؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن هناك عادة انتشار للقوات الأمريكية شرقا وسطيا وهذه عادة الانتشار الذي يعني ضمن عادة تموضع بالنسبة للقطعات سواء كانت البرية أو البحرية هو يدلل على أن هناك متغير في الميدان يدفع الولايات المتحدة من تعزيز قدراتها البرية والبحرية وضمن الجوية لتحقيق استراتيجية ردع تقوم على أساس مبدأ كارتر ومبدأ كارتر انطلق منذ عام 1979-78 أي بمعنى أن منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد الإطلالات البحرية بما فيها الخليج يعد جزءا مهما وحيويا للولايات المتحدة وضاما للأمن القوم الأمريكي وبالتالي الولايات المتحدة تمتلك الحق في أن بموجب القالون الدولي وبموجب سياستها العليا في منطقة الشرق الأوسط ترى أنها تبتلك الحق في عادة الانتشار والتموضع عسكريا وبحريا للحفاظ على أمنها القومي ومصالحها العليا في منطقة الشرق الأوسط لأسيما نحن نتحدث عن بعدين أساسيين في السياسة الخارجية الأمريكية أمن الحلفاء وأمن الطاقة وكل البعدين يتحققان في منطقة الشرق الأوسط لذلك هناك عادة انتشار والتموضع واضحة جدا للأمريكان علما أن هذه القوات التي يجرى الحديث عنها في العراق لابد أن نقول أن واحدة من أسس ومبادئ الجيوش الذكية أن قواتها محمولة جوان وهي قوات تصنف بأنها ذات أبعاد عملياتية عابرة للحدود تتموضع في قواعد بحسب معطيات الميدان وهي تتنقل بقوات جواله ممكن أن تتنقل من منطقة إلى أخرى دون حتى أخذ الإذن من الدول المعنية على اعتبار أن هذه القواعد هي ضمن اتفاقيات وبروتوكول موقع بين هذه الدول هي تشكل حاضنة لقواته للمناورة بحسب مقتضيات تراها الولايات المتحدة في مصلحتها العليا لكن السؤال دكتور أحمد هنا ما تداعيات ذلك الإعلان بالتالي هل نتوقع ردا من فصائل مسلحة عراقية باستهداف القوات الأمريكية الموجودة على الأراضي العراقية هو بالحقيقة هذه الإزدواجية كان الأجذر أن تعالج منذ كتابة البرنامج الحكومي لحكومة السيد السوداني ما كان الأجذر بالسيد السوداني أن يعطي وعود إلى الفصائل أنه سأخرج الأمريكان وقوات تحالف من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر علما أنه كل المتخصصين في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي هل كان ذلك ليشكل فرقا دكتور أحمد؟ يعني حتى لو كانت المدة أطول هل كان ذلك ليشكل فرقا؟ لا هو بالأساس لا تتعلق القضية بالمدة وإنما بالإفاء بالوعد مسألة الإفاء بالوعد هو ليس قرارا عراقي يعني قد يستأنس برأي القادة العراقية والبرلمان العراقي ولكن هذه القوات موجودة تحت مظلة القانون الدولي وقرارات مجلس الأمين وبالتالي حتى يصار إلى إعادة النظر في وجوده يستأنس برأي الدولة المضيفة ولكن بالأساس هناك لجنة عليا لضباط أركان يتشكل هذه اللجنة من ضباط بروفيشنال ومن الدول الخمسة دائمة العضوية هم إذا قرروا أن العراق لم يعد بؤرة لتهديد الأمن والسلم الدوليين وأن قدرات الوطنية قادرة على مواجهة الإرهاب ويقدمون إحاطة بإمكانية الإلسحاب أنا ذاك ممكن أن يصار إلى الإلسحاب أما أن تأتي الحكومة وعود إلى الفصائل بأنه سنسحب قوات التحالف هو إساسا القرار ليس قرارا لا تنفيذيا ولا تشريعيا ولا أصلا من ضمن صلاحيات الدولة العراقية لأننا تحت الوصاية وهذه قضية الوصاية لم يفهم لم يجري إفهام الفصائل أن الوصاية تقتضي قرارا أمميا وليس قرارا محليا وبالتالي إمكانية التصعيد واردة لكن في تقديري بهذه الفترة ما ستصبح تصعيد لأن إيران ماضية باتجاه تبني خيار التسوية وإذا تبنت خيار التسوية وتنسيق المواقف للمرحلة القادمة فتلقائيا الفصائل ستنساق بحكومة الارتباط الأيدلوجي مع إيران ذكرت نقطة مهمة تتعلق بأن العراق تحت الوصاية بالتالي الأمر أيضا ليس مرتبط بكون داعش ما يزال يشكل خطرا ما يستدعي بالتالي وجود قوات التحالف الدولي أحسنتم والدليل أنه هناك يعني في ميثاق الأمم المتحدة الفصل الـ 12 يتحدث عن قضية الوصاية وبالتحديد المواد 77 منه تتحدث عن الوصاية على الأقاليم التي هي تحت الوصاية طبعا كانت سابقا شيء والآن الوصاية شيء آخر على اعتبار الوصاية أنه هي بؤرا تهدد الأمن والسلم الدولية في المادة 76 من بيثاق الأمم المتحدة تعالج قضايا تتعلق بالنظام السياسي والحقوق المدنية وما إلى ذلك وأنه هل اكتسب النظام درجة اليقين من قبل الإرادة الدولية والأسرة الدولية بأنه هو ماض باتجاه أن يتعامل على أسس ديمقراطية الجواب لا والدليل أنه عام 2019 و2020 صدر قرار من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن ليوجه الحكومة الاتحادية في ضرورة تعزيز العلاقة وتحقيق الروابط بين أقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية أي بمعنى أنه لازمنا في المنظار الدولي أننا لم نرتقي إلى مستوى أن ننفذ بنود الدستور والعراق يفترض أن يكون بلدا فدراليا إلى الآن عقديا من الزمن إلى الآن لم تتحقق الفدرالية ما الأسباب وما المبررات السياسية في التأخير إذا كان هذا الشرط الدستوري أو الأصل الدستوري غير قابل للتحقيق فنعد النظر فيه وإذا كان قابل للتحقيق ويحقق العدالة وهو مطلب للسكان المحليين سواء كان في غرب العراق أو شماله أو جنوبه فلماذا لا نمضي باتجاه الفدرالية ونحسم هذا الأمر أما نبقى عقديا من الزمن دون تنفيذ هذا البند الإساسي وهو بالمناسبة من الأصول الدستورية فإذا أكونك عاجز في الأداء الحكومي دكتور أحمد أيضا ما يتعلق ببيان الخارجية العراقية يعني اطلعتم عليه أشارت بأنه لا وجود للقوات الأمريكية باستثناء صفة مستشارين يعني أيضا كيف يمكن لنا أن نفهم ذلك الإعلام نعم للإيضاح الجيش الأمريكي يصنف في مفاهيم الجيوش الحديثة أنه من الجيوش الذكية والجيوش الذكية فيها المقاتل يعد مقاتلا محترفا وممكن أن حكم كون هذه القطعات هي تمارس نشاط العسكرية عابرة للحدود لأن الولايات المتحدة لديها أكثر من 1160 قاعدة تنتشر في عموم العالم وفي منطقة الشرق الأوسط هناك العشرات من القواعد الأمريكية فيصار إلى تعضيد المقاتل بقدرات تقنية تتناسب مع الجيوش الذكية ومؤهلات علمية وأكاديمية تتناسب مع ذلك فإحنا ممكن أن نجد في السفارة الأمريكية شخصا يحمل صفة دبلوماسية وهو فعلا يحمل شهادة أكاديمية لكن في ذات الوقت هو مقاتل وإحنا أيضا في الجيش العراقي لدينا هذه السماية لا لي بالأساس أنا طيار مقاتل ولكن أحمل دكتورات سياسة فهذه التكامل بالثقافة والخلفية للمقاتل ضرورية على اعتبار أن الجيوش لا عادة جيوشا تقليدية تحتاج بالحقيقة للتعامل مع مفاهيم جديدة حولما ضع عمليات عابرة للحدود وتوازنات قيمية ودولية وما إلى ذلك توضحت تلك الصورة الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا ترجمة نانسي قنقر